أدت الخلافات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية حول إقرار الميزانية العامة إلى تجميد البرامج التعليمية للشباب والأطفال المتسربين من المدارس والذين يعيشون في الهوامش الجغرافية والاجتماعية عقب حظر المحاسب العام استخدام الميزانية التي تم إقرارها سابقا ووفق وزارة التعليم فإن اقتراح تأجيل المصادقة على الميزانية قد يوجه ضربة جديدة للطلاب بالإشارة إلى أنه لن يكون هناك وسيلة لتجديد هذه البرامج ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عن الوزراء أنه ينقصها حوالي أربعة مليار شكل في ميزانية البرامج الاستكمالية ورغم أن لديها ميزانية جاهزة إلا أن المحاسب العام لا يوافق على استخدام هذه الأموال بسبب انتظار حل الأزمة والمصادقة على الميزانية بطريقة منظمة موسيقى موسيقى